اشتركوا في القناة رحلة عن طريق الكتاب المقدس ربي جيسون أنا سعيد جدا لكونك معنا سعيد باستضافتك السلام عليكم يا أخي العزيز من الرائع أن أكون هنا شكرا تحدثنا في الحلقة السابقة عن الله وعن العلاقة معه وعن فكرة الثالوث وهل هو ثلاثة واحد ووصلنا إلى نتيجة من العهد القديم حيث يوضح أننا نؤمن بإله واحد ليس كما يفترض آخرون اليوم سنركز على موضوع مهم وهو المسيح يسوع عندما كنت مسلما كنت أظن أن المسيحيين يعبدون إنسانا يسوع بالنسبة لي كان نبيا كان شخصا صالحا وقد صنع العديد من المعجزات وسؤالي لك الآن ما الذي يؤهل يسوع لأن يكون أعظم من الآخرين أعظم من الأنبياء الآخرين هذا سؤال رائع إن أحد الأمور التي تقولها التوراة والتي كتبها موسى أنا سأقيم نبيا مثل موسى يكون من وسط الشعب فالخطة أنه سيأتي نبي سيكون أعظم من موسى نعرف تلك النبوة التي تذكرها والمسلمون يؤمنون أن هذا النبي هو محمد يقولون إن الله قال إنه سيقيم نبيا مثل موسى فلما لا يكون هذا النبي هو محمد أعتقد أن هذا سؤال رائع هناك آية أخرى في سفر التثنية توضح لنا بشدة شكل ومعصفات ذلك النبي فهذا ما يقوله الكتاب إنه لم يقم نبي قط مثل موسى نبي يتكلم معه الله وجها لوجه وقام بصنع آيات وعجائب مثل ما فعل موسى عندما أخرج إسرائيل من أرض مصر فهناك مفتحان لفهم أي شخص يدعي أنه النبي الذي في مقام موسى يجب أن تكون له علاقة فريدة مع الله بحيث يتكلم مع الله وجها لوجه والشيء الثاني يجب أن يقوم بتلك الآيات والعجائب الفريدة التي تشهد لحقيقة أن هذه العلاقة الفريدة موجودة بالفعل فنحن نرى ذلك فقط في التاريخ في شخص يسوع في شخص المسيح ويوضح إنجيل يحنى ذلك بما لا يقبل الشك ويقول في يحنى واحد في البدء كان الكلمة في اليونانية وكان الكلمة وجها لوجه مع الله فمن الواضح جدا أن يسوع كانت له علاقة مع الله وما يؤكد صحة ذلك هو معجزاته فمثلا نجد أن أول معجزة يقوم بها كانت معجزة تحويل الماء إلى خمر لماذا يعتبر ذلك فريدا؟ هل لهذا أهمية؟ إنه لهذا أهمية لأن المعجزة الأولى لموسى كانت تحويل الماء إلى دم ولكن يسوع لم يأتي ليجلب الموت بل جاء اليهب حياة وما هي علامة الحياة؟ وعلامة الملك المسياني هي أن أعتذر هل يمكن أن نبدأ مرة أخرى؟ أنا متعب يمكنك أن تبدأ من الكلمة المقدسة وعلامة الملك المسياني أن الكلمة المقدسة واضحة جدا أن واحدة من العلامات الأولى لملكوت الله أو ملك المسيح هي أن الجبال ستقطر خمرا لذا ففكرة الخمر هي رمز للحياة والفرح والبركة لذا كان هذا سبب قيامه بذلك كأول معجزة والمعجزة الثانية التي نقرأ عنها في إنجيل يحنى إقامة ابن قائد المئة من الموت والسبب ذلك هو أن آخر معجزة لموسى أنه جلب موت الأبكار على مصر إذن فموسى قد جلب الموت والمسيح يقيم من الموت ويعطي حياة المسيح يقوم بمضاعفة كمية الخبز والسمك وموسى قد أعطي المنى في البرية فالمقصود من كل تلك المعجزات أنه النبي الأعظم من موسى وكما شق موسى البحر جاء المسيح ماشيا حرفيا على الأمواج موسى عبر داخل البحر والمسيح ماشى فوق موج البحر كل معجزات المسيح تلك تشير إلى أنه هو من تكلم عنه موسى إن موسى بالنسبة لليهود هو يعتبر أهم نبي النبي هل أنت كمؤمن بيسوع ستقول إن يسوع هو أهم من موسى أعظم من موسى بل هو أعظم نبي وجد على الإطلاق هو أعظم من موسى وذلك لعدة أسباب أولا لعلاقته بالآب ثانيا للمعجزات التي قام بها يقول إنجيل يوحنى في آخر آية فيه إن كل الكتب في العالم ما كانت لتستوعب المعجزات التي قام بها يسوع لذا هو صنع الكثير من المعجزات التي لم تدون وهي الطريقة التي نعرف بها أنه الشخص الذي كان يشار إليه بالنبي الأعظم في التوراة النبي الذي تتحدث عنه التوراة أي النبي الذي يشبه موسى بل أعظم من موسى بكل تأكيد ماذا أيضا يجعله الأعظم فقد رأينا الآن أن هذا النبي يسوع المسيح وأنه عمل معجزات ولكن عندما يقول المسيحيون إن يسوع المسيح هو الله ما الذي يؤهله لأن يكون هو الله أو أين يذكر في الكتاب المقدس أن يسوع المسيح هو الله سؤال مهم أعتقد أن هناك عددا من الطرق التي نرى بها هذا أوضح أولا نرى هذا في تفاعلات يسوع مع الأفراد إن استجابتهم له تؤكد أنهم قد فهموا بوضوح ما قاله بدون أي لبس عن علاقته بالله وذكر فيه نفسه مسويا لله نعم الكتاب قال إن يسوع يغفر الخطايا والله وحده ومع ذلك هو يغفر وكذلك يشفي المرضى ولكن قبل التعمق في ذلك هناك سؤال إن يسوع كان رجلا ولكنه صار الله القدوس هل رفع نفسه من مجرد إنسان ليكون الله ما هو تفسير لذلك الأمر هذه نقطة هم هناك فهم خاطئ شائع حتى وسط الشعب اليهودي أنه بطريقة ما إنسان صار إلها وهذا مستحيل تماما لا يمكن لإنسان أن يصير إلها الله ظهر ليصير إنسانا وليأخذ شكلا يشابه البشر حسنا خذنا في رحلة عبر أوجه الشبه يسوع صنع أشياء لا يصنعها غير الله مثلما ذكرت غفران خطايا البشر وهو عمل لا يقوم به سوى الله نعم وماذا أيضا لقد استطاع أن يغفر الخطايا ومن الواضح أنه استطاع أن يقيم أناسا من الموت الله وحده يحمل مفاتيح الحياة والموت المسيح نادى العازل للخروج من القبر وبالفعل خرج وهو نفسه قد مات نحن نؤمن أنه مات وأنه قام من الموت قد استطاع أن يشفي البرصة وقد استطاع أن يشفي المرضى وكان يأمر فيطاع كان له سلطان على كل الرياسات وعلى كل القوى الشيطانية إذن إن أعماله أوضحت ذلك بشدة والكتاب المقدس يقول في يحنى 1.14 والكلمة صار جسدا وحلى بيننا ويقول إنه كان في البدء مع الله في علاقة وجها لوجه قبل خلق العالم بأسره كان هو كائنا قبل وجود الخليقة لم يكن هناك إنسان منذ البدء لقد أعلن أنه من قبل أن يوجد إبراهيم أنا كائن وكلمة أنا كائن أنا هو وكلمة أنا هو أنا كائن هي اسم إلهي وعندما سمع موسى صوت الله من العليقة المشتعلة يقول له أنا هو وكلمة أنا هو أي أنا كائن المسيح تكلم من العليقة وقد أخذ اليهود حجارة وأرادوا أن يرجموه وسألهم لماذا ترجمونني فأجابوا لأنك مجرد إنسان تدعي أنك الله هناك أكثر من واقع هذا واضح جدا بل والأكثر من ذلك هذا ليس موجودا في العهد الجديد فقط نعم بل هذا موجود أيضا في العهد القديم نفسه وبدءا في الأناجيل في مرقص أصحاح 14 عندما سأله قياف رئيس الكهنة قال له هل أنت المسيح؟ هل أنت هو المسيح؟ أجاب يسوع سوف تبصرون ابن الإنسان آتيا على سحابي السماء جالسا عن يميني الآبي في السماء ربما لا يفهم كثيرون ذلك فيقولون ابن الإنسان إذن هو لم يدعي أنه ابن الله بل يقول إنه ابن الإنسان الكلمة العبرية لابن الإنسان بن إينوش كانت في الواقع في نبوءة مهمة عن المسيح في سفر دانيال والتي أود أن أقرأها لكم والتي تشير إلى كونه أكثر من مجرد إنسان هذه هي نبوءة ابن الإنسان دانيال الأصحاح السابع وبدءا بآية تسعة يقول كنت أرى أنه قد وضعت عروش وجلس القديم الأيام القديم الأيام هو الله هو الآب الله الآب إنه الله الآب ألوهيم لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوفي النقي وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقدة نهر نار جرى وخرج من قدامه ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه وفتحت الأصفار كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع السحب السماء مثل ابن إنسان مع السحب السماء أتى وجاء إلى قديم الأيام فقربوه قدامه وعو فأعطيه سلطاناً ومجداً وملكوتاً وعو إذن قديم الأيام كما قال دانيال يعطي مجداً ويعطي ملكوتاً ويعطي سلطاناً لابن الإنسان الذي يأتي على سحب السماء وعو لتتعبد له كل الأمم والشعوب والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض وعو إذن فعندما يقول يسوع إنه ابن الإنسان فهو يحقق تلك النبوءة وأنه هو الذي كان مع قديم الأيام راكباً على سحب السماء وستتعبد له كل الأمم هذا ليس إنساناً فأنت تقصد أن كلمة ابن الإنسان عندما نتكلم بطريقة بشرية كأن نقول أب وأبنه فإن هذا تفكير مضلل عندما نراه من منظور علاقاتنا كبشر فالمسيح ليس مجرد رجل كان يجوب الشوارع الموضوع أكبر من ذلك بكل تأكيد إنه الحضور الإلهي والكلمة الإلهية وحكمة الله التي ظهرت للبشر في جسد ليكون بيننا فابن الإنسان لم يكن لقباً تعطيه لأي شخص آخر غير ملك الملوك المسياني الذي تحدث عنه الأنبياء في العهد القديم وليس لله ابن مثلي ومثلك بشر ليس هذا ما يقوله الكتاب المقدس إنه يقوم بنوع من التشبيه ليس ابن جسدي الله لا يمكن أن يولد وذلك بتعريف الله فالله دائماً كان وهو دائماً كائن وبالتالي لا ينطبق عليه أي من المصطلحات البشرية إنه ابن بمعنى أن الابن له أن يخدم إذن فقد رأينا تفرد يسوع فهو غفر الخطايا وأنه قد أقام أناساً من الموت هو ابن الإنسان الجالس على السحب وكل الأمم تتعبد له وتتبع كلمته وهو الذي سيأتي ثانية نعم هو يقول أنا هو القيامة والحياة إن له سلطاناً أن يضع حياته ويأخذها أيضاً له سلطان على الحياة والموت هو يصرح بعبارات يقول أنا والآب واحد فهو يصرح بعبارات واضحة تساويه مع الآب السماوي متساوياً فبخصوص تلك المعجزة أنا كمسلم كنت أعتقد أن يسوع قد قام بمعجزات ولكن كان ذلك بسماح من الله صحيح فالأمر ليس من ذاته ولكن الله سمح بذلك وبهذا استطاع أن ينادي على العازر ليخرج من القبر وبالفعل خرج ولكنك تقول لي إن له هذه القوة في ذاته لفعل ذلك بكل تأكيد لديه القوة في ذاته وهذا يعود إلى عدة نبوآت موجودة في العهد القديم فأحد المقاطع في إشعياء يقول يولد لنا ولد ونعطى ابناً ويتحدث عن الأسماء الخاصة بذلك منها أن اسمه عمانئيل أي الله معنى ويدعى أيضاً سار شلوم أي رئيس السلام ويدعى اسمه مشيراً أي معطي المشورة ويدعى اسمه إلهاً قديراً ذا قدرة عظيمة هذه ليست أسماء يمكنها أن تنطبق على أي شخص أو على أفراد إذن تلك مقاطع تحدثت عن المسيح الذي ستكون له هوية فريدة وعلاقة فريدة فهو سيكون الله إنما تقوله مثير للاهتمام ففي إشعياء سبعة قال الرب لأحاز أطلب لنفسك آية من الرب إلهك فقال إنه لن يطلب آية ثم يقول يعطيكم السيد نفسه كآية لن يرسل بل سيعطي نفسه كآية ولهذا يقول إن اسمه سيكون عما نؤيل نعم أي الله معنا فهو يقول له أن يطلب آية ويرفع طلبه إلى فوق نعم وتكون الإجابة عميقة فتلك آية عظيمة فهذه ليست آية بسيطة إنها آية عجيبة فكيفما ستكون تلك الآية فإنها يجب أن تكون آية فائقة ولكن إذا قلنا إن المسيح هو الله فسأسأل شخص كيف يمكن الله أن يمشي ويتكلم وينام ويبكي ألسنا نكفر بالله عندما نقول ذلك؟ لا قطعاً أنا أعتقد أن الأمر عكس ذلك علينا أن نفهم أنه الله قد رأى كيف أن العالم كان في حالة فساد وسقوط وقد رأى أنه ما من إنسان قادر على إيجاد حل لذلك أو جعل الوضع أفضل فبدلاً من أن يحتقر البشرية وبدلاً من أن يقول للبشرية من المحزن أن تعانوا وأن تضيعوا هكذا قرر أن يشابهه نعم قرر الله أن يتشابه مع البشر وقرر أن يخرج من الزمن ومن الأبدية ليدخل إلى العالم الذي نعيش فيه لذا الله أخذ شكلاً بشرياً ونحن نؤمن أن تلك معجزة فهو بنسبة مئة بالمئة إلى وهو بنسبة مئة بالمئة بشر فالجزء الإلهي منه لا يمكن أن يموت أبداً والجزء الإلهي منه لا يمكن أن يقوع ولكنه يأخذ جانباً بشرياً ويمكن لهذا الجانب البشري أن يختبر الواقع الذي يمكن أنت وأنا أن نختبره إذن هو يحبنا لدرجة أنه قد قرر أن يشابهنا بنفسه هناك سؤال يقول وهو على الصليب يسوء قد صرخ إلى الله لأبيه ويسأل لماذا تركتني أليس ذلك دليلاً على كونه ليس الله؟ لماذا قال ذلك؟ هذا بالتأكيد ليس صحيحاً أعتقد أنه كما قلنا إنه قد شعر بالألم ولكن هذا كان في الجانب البشري منه جزء من تفسير ذلك هو أنه رفض أن يتصرف باستخدام سلطانه الإلهي عندما كان يضع حياته على الصليب كان يمكنه أن يطلب جيوشاً من ملائكة السماء جزء من الفكرة أنه أراد أن يأخذ العقاب الذي كنا أنا وأنت نستحقه ويتحمله هو لذلك شعر بذلك الألم لم يكن الأمر أنه انفصل حرفياً عن الآب عن الله ولكنه كان على استعداد لأن يشعر بالعقاب الذي كنا نستحقه لأننا ما كنا لنستطيع أن نتحمله ولكنه استطاع حسناً ولهذا هو قد صرخ إلى الله لأنه كان يعمل تصحيحاً وفداء عن خطية الإنسان الأول التي وقعت في جنة عدن وعندما أخطأنا نحن قطعنا الاتصال بين السماء والأرض وكان هو على الصليب يعيد ذلك الاتصال وفدانا وأعادنا إلى الله ولذلك كان يجب عليه أن يموت على الصليب لأن الإنسان الأول قد سرق شيئاً من الشجر لذا أعاد الله إلى الشجر من أجلك ومن أجلي ما عجزنا عن إعادته كان يجب أن يكون هناك تعويض وإصلاح وكان يجب أن يكون هناك فداء فوضع على الصليب ليصنع فداء وقد كان مستعداً لأن يلعن من أجلك ومن أجلي فتكون لنا البركة فهو أكثر من مجرد إنسان فهو الله الذي غفر والذي أقام أناساً من الموت وهو لا يعطينا حياة فحسب ولكنه يعطينا رجاء حتى نستمر نعم لقد قلت إن الإنسان أخذ من الشجرة وأكل وفصل نفسه عن الله وكان الأمر يحتاج إلى الله لكي يعيد الشركة معه ويعيد أيضاً العلاقة معه بكل تأكيد ما من إنسان عادي يمكنه أن يموت ليفتدي كل البشرية على مر الأزمة لقد صار الله واحداً منا حتى نستطيع أن نكون كلنا مثله هل سيجيء يسوع ثانية؟ بكل تأكيد قريباً بكل تأكيد نحن لا نعلم اليوم ولا الساعة ولكن ذلك واضح فهو يقول إنه عندما صعد إلى السماء قالت لهم الملائكة إنه سوف يجيء ثانية في نفس المكان والكتاب المقدس واضح فالمسيح سوف يجيء ثانية راكباً على سحب السماء لكي يعيد ملكوت الله على الأرض كما في السماء لقد كنت أؤمن أنه سيعود ويكسر الصليب ويقتل كل الخنازير ويقتل المسيح الدجال ويصنع حرباً ويتزوج وينجب أطفالاً ثم يموت فهل هذا ما سوف يفعله عندما يجيء ثانية؟ إنه سوف يجيء ثانية بالطريقة خارقة بقوة الله ومع جيوش السماء سوف يجيء ثانية وسوف يقوم الأموات فسوف تكون هناك قيامة الأموات وهو إيمان العهد القديم والإيمان اليهودي وسوف يتعامل مع قوى الشر والإثم والظلم في العالم وأيضاً ستكون له الغلبة على أعدائه وسيهزم القوات الشيطانية والرياسات والسلاطين سيكون العدل مكان الظلم وكذلك سوف يأتي بالسماء على الأرض وسوف يعيد جنة عدن وسوف يصحح كل خطأ حدث هل سوف يجيء ثانية كمسلم؟ سوف يجيء ثانية كملك الملوك وسوف يجيء تحقيقاً لكل النبوات التي في العهد القديم وفي العهد الجديد التي تشير إليه وسوف يأخذنا معه؟ نعم بالتأكيد سأخذنا جميعاً معه نعم سوف نبقى إلى الأبد في حياة مع الله بكل تأكيد إنها الحياة التي ضعت في البداية الله كان يريد لنا أن نعيش إلى الأبد في محضره سوف يحقق الله هذا وسوف يكون هناك احتفال عظيم عندما يحدث هذا فهو يتحدث عن عشاء عرس الخروف وعن تلك الوليمة العظيمة وهذا الاحتفال العظيم سيسعد الجميع وكل من وضع إيمانه فيه سوف يتغير وسوف نخدم معه جميعاً ونعبده معاً في الملك المسياني ماذا يمكن أن تقول لشخص ينكر أو ربما هو لا يدرك بعد أن الرب يسوع المسيح هو الله إنه ما من أحد تكلم مثل المسيح وما من أحد فعل ما فعله هو وأقول إن جزءاً من الأدلة هو بشكل بسيط أنك قد اختبرت وأنا أيضاً اختبرت قوة الله المعجزية تغيرت حياتنا لأننا رأينا مرضى يشفون وقد رأينا أموراً تشبه ما فعله المسيح في الأيام التي عاش وصار فيها على أرضنا إننا نرى ما يفعله أتباعه اليوم لأن الله وعد أنه بروحه سوف يكون معنا لذا ما أقوله هو أطلب من أطلب من يسوع المسيح أن يظهر لك حقيقة من يكون هو أطلب منه أن يدخل قلبك أطلب منه أن أن يرشدك من الكتاب المقدس أطلب منه أن يظهر لك ذاته إنه أعظم قرار أنت أتيت من خلفية إسلامية وأنا أتيت من خلفية يهودية لم يكن ذلك قراراً سهلاً ولكنه كان أعظم وأفضل قرار انتخذته على الإطماء فقد غير حياتي بالكامل الفرح والسلام والرجاء والهدف إنه قرار يستحق كل ذلك أمين أمين فنحن نصل حقاً أن يخترق الله قلوب أناس كثيرين ويغيرهم كلمة أخيرة من الكتاب المقدس تظهر أن يسوع هو الله ما هي الكلمة التي تختم بها معنا؟ تفضل يا إلهي هذا سؤال عظيم حتى قبل أن أذكر ذلك أعتقد أنه من المهم أن نقول واحداً من الأسئلة التي سألها يسوع لتلميذ وهو غالباً أعظم سؤال سأل من تقولون إني أنا؟ لا يمكن أن نبني قرارنا هذا على ما قاله آخرون عنه لا على أساس ما قاله الشعب اليهودي أو ما قاله آخرون أو ما قاله المسلمون يجب أن نذكر ما قاله يسوع عن نفسه ويجب أن نبني قرارنا بناء على كلماته وهو قال عن نفسه أنا هو القيامة والحياة وأيضاً بأنه أحب العالم جداً فهو يقول إن الله بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آمين أنا أريد تلك الحياة الأبدية آمين شكراً شكراً يا ربي جيسون آمين وهذه هي أمنيتي أنا أيضاً لك أن تأتي إلى يسوع المسيح الذي مات ثم قام من الأموات مات عن خطياتك وخطيتي حتى يصالحنا حقاً مع الله يسوع حقاً حي اشتركوا في القناة